أنا أيضا لمدام مرجعة للسلاح ما بقاش فيه كلام لا في السياسة ولا في حقوق الإنسان ولا أي شيء السلاح مدام الناس وصلت للسلاح لابد من استعصال هذه العناصر ووضعها أبا من المحاكم الجزائرية لمحاكمتها وكذلك يجيب الحب تتصنف مدام حمد السلاح تتصنف في خانة الإرهاب ركفي دولة تتصنف السلاح ضد الدولة وش كيفاش نسمي كنا وعلاش اللي نخرين رحوا نسمينها أميرهابية لأنهم نزلوا سلاح ضد الدولة انت اليوم جيت توجد تتصنف السلاح وتدخر في السلاح وتعطي أوامر بالبداية في تنفيذ العمليات ما بقلك ولا حجة تكتب بها